يعطيكم العافية جميعاً معكم هديل من قناة منزديو مثل ما وعدكم بالفديو السابق رح نبلش بشرح مادة علم الدم أول شابتر حيكون معنا بعنوان البايسيك هيماتولوجي أول شابتر حيكون معنا بعنوان البايسيك هيماتولوجي هيماتولوجي يعني علم الدم أول شيء بيحكينا عن تعريف الهيمتولوجي بأنه science that deals with يعني هو العلم اللي بيتعامل مع formation تشكيل composition والمكونات الفنكشن والوظائف and disease of the blood يعني هو العلم اللي بيتعامل مع أنه الدم كيف بيتشكل وشو هي المكونات وما هي الوظائف للدم وما هي الأمراض التي تخص الدم الأفريج أدالت يعني الشخص البالغ بيحتوي تقريبا 5 لتر من البلد بنيجي لتعريف البلد بشكل خاص هو fluid t-show t-show خاصة اللي هو connective t-show مثلا بنعرف أنه النسيج الدموي هو عبارة عن connective t-show contain many suspended cell يعني بيحتوي على خلايا معلقة يعني خلايا بتكون موجودة بهاي السائل مو ثابتة بتتحرك and is found in circulatory system circulatory system مثل ما بنعرفه هو جهاز دوراني مثل ما تعلمنا ونحن صغار الجهاز دوراني بتكون من قلب ودم وأوعية دموية فالدم موجود بالcirculatory system بحكينا transporting substance يعني بحكينا هون عن وظيفة الدم إنه هو بينقل لنا المواد البلد composition يعني مكونات الدم أول شيء اللي هي البلازما البلازما يعتبر liquid portion يعني هو الجزء السائل transport and nourishes blood cell هو اللي بينقلنا وبيغذينا البلد سيل خلايا الدم ثاني مكون اللي هو red blood cell بنختصره rpc or أو إلو اسم ثاني erythrocyte يعني سواء اسمعنا كلمة red blood cell أو erythrocyte نفس الشيء ثلاث مكون اللي هو white blood cell بنختصره wbc or leukocyte يعني إلها اسمين يا أما الwhite blood cell يا أما leukocyte ورابع مكون هو البلاتلت البلاتلت or thrombocyte إلها اسم ثاني يا أما بلاتلت يا أما thrombocyte خلينا نلخص بس هاي السلايدر بشكل سريع أول شيء حكينا عن تعريف الهيمتولوجي بعدين حكينا معلومة إنه الأفريج أدلت بيحتوي خمسة لتر من الدم بعدين حكينا عن تعريف البلد بعدين حكينا عن مكونات البلد تمام بنكمل the main function of blood يعني شو هي الوظائف الرئيسية للدم أول شيء بحكينا هي transport oxygen يعني خلينا نحكي بشكل خاص هاي وظيفة الRPCs إنها بتنقل لنا الأكسجين نعم بتنقل الأكسجين من اللنغ اللي هي الرئتين to tissue بتنقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة الجسم and كمان بتنقل لنا carbon dioxide for respiration يعني بتنقل لنا CO2 بتعمل clear للتشو يعني بتنظف الأنسجة من CO2 عن طريق respiration اللي هي عملية التنفس يعني بتنقل لنا الأكسجين من اللنغ من الرئة للتشو وبنفس الوقت بترجع محملة بCO2 من هاي الأنسجة بترجع بتنقلها للرئة عشان يتم تخلص منها عن طريق عملية التنفس تاني وظيفة اللي هي transport the digested food substance يعني بتنقل لنا المواد هذي أو المواد اللي احنا الجسمنا بيحتاجها الناتجة عن عملية الهضم طبعا هاي المواد تنتقل عن طريق البلازمة فأول شي احنا حكينا عن وظيفة بتخص الـ RBCs بعديها رح نحكي عن الوظيفة اللي بتخص لبلازمة فبتنقل لنا digested food substance like مثل شو اللي هي السكر البروتين طبعا نعرف احنا البروتينات منكونة من أمينو أسد and fat كمان يعني المواد الاستخراجية اللي احنا استخراجناها أو الجسم اللي طرحها يعني المواد الجسم بيطرحها بينقلها على الليبر أو الكدني اللي هو الكبد أو الكلية فأول شي حكينا وظيفة بتخص الـ RBCs ثاني شي حكينا عن وظيفة بتخص خلنا نحكي اللي بلازمة أنه هاي المواد بتنتقل عن طريق البلازمة سواء كانت مواد هاضمة أو مواد اللي هي اللي جسم طرحها ثالث شي بنحكي اللي blood also serve to protect يعني بيشكل نظام حماية خلين نحكي وخليني نحط هاي الوظيفة خاصة بالـ White blood cell الـ White blood cell مثلا بنعرف أنه هي بتدافع عن جسمنا against pathogen يعني ضد الكائن الممرض رابع وظيفة اللي هي provide coagulation enzyme يعني هي بتزودنا بأنزيمات اللي بتخص التخثر that protect visual from trauma اللي هي اللي بتحمي الأوعية الدموية من الصدمات طبعا هاي الوظيفة لمين؟ بتخص البلاتلت فهيك بنكون احنا كملنا كل مكون وشو وظيفته بيقدم فأول وظيفة حكيناها هاي بتخص الـ RBCs بتنقل الأكسجين وبتنقل CO2 ثاني شي حكينا عن البلازمة بتنقلنا المواد الهاضمة والمواد اللي جسمنا طرحها وثالث وظيفة بتخص الواتف لاتسل كحماية ضد الباتوجين ورابعة وظيفة بتخص البلاتلت اللي هي تمث يعني بتزودنا بأنزيمات تخثر بتحمينا الأوعية الدموية الأوعية الدموية من الصدمات تمام صورة اللي أمامنا بتحكي عن إنه شغلنا بالمختبر إذا جبنا انبوب تيوب وعملنا له سنترفيود تمام رح يكون الانبوب مقسم إلى ثلاث أقسام القسم اللي تحت هو عبارة عن رد بلاتسل يعني خلايا الدم الحمراء وبيكون فيه طبقها هيك صغيرة بفي كوت يعني إذا بدنا نترجمها بتيجي المعطف المنتفخ أو المنطقة البيضاء يسموها إذا ترجمناها حرفيا ولكن هي المكان يعني اللي فيه وايت بلاتسل وكمان ممكن تحتوي على بليتلت ولكن حسب السرعة والزمن اللي إحنا فصلنا عليه لتيوب تمام والطبق الأخير اللي من فوق اللي هي البلازمة ورح نبلش نشرح عن أول مكون من مكونات البلد اللي هو البلازمة تمام خلينا نكوني مركزين كتير منيح نعرف نحنا عن شو عم نحكي البلازمة بيعرفنا يا بإنه هو كلير باليالوش فلويد هو عبارة عن سائل أصفر لون شاحب أصفر شاحب إحنا حكينا أنه البلازمة هو الجزء السائل من الدم صح؟ بأول سلايد حكينا بحكينا هون بشكل الفوليوم يعني حجمه تقريبا من 2 ل 3 لتر إن النور من الأدلت إحنا حكينا البلد بشكل عام بشكل من جسم الأدلت 5 لتر فبحكينا هون أنه 3 أو من 2 ل 3 لتر منهن هو عبارة عن بلازمة يعني خلينا نحكي 3 بلازمة و 2 لتر هو الخلايا الباقي طيب شو هي مكونات البلازمة؟ مكونات البلازمة هي ووتر بشكل 90% يعني بلازمة هي أغلبها ماء أصلا وبروتينات 8% وإن أورغانيك آيون يعني خلينا نحكي اللي هي الصوديوم البوتاسيوم الكاليسيوم الكولورايد هاي كلها آآ الإن أورغانيك آيون أيوانات غير العضوية وفي عندنا مواد عضوية هي أورغانيك سابستانس 1.1% تمام؟ هي النسب مش كثير يعني مهمة ولكن لازم نعرف أنه أكثر شي هو الووتر تشكل 90% من مكونات البلازمة والأقل إشي هو الإن أورغانيك آيون 0.9% تمام سيروم ألبومين أول شي لازم نحن نكون عارفين أنه البروتينات بشكل عام يعني هي عالم ضخم جدا جدا بحكينا أول شي أنه سيروم ألبومين الألبومين مثلا بنعرف أنه هو بروتين بشكل 60% من التوتال بلازما بروتين يعني هالبروتينات 60% منها ألبومين نحن نعرف أنه الألبومين يسمى الميجر بروتين يعني هو البروتين الرئيسي بجسمنا وبيحكينا أنه سيروم غلوبيولين اللي هو غلوبيولين يشكل 36% تقريبا وفيه فايبروني جين وآند بروتروم بين هدول البروتينات اللي بدخلوا بالكواجوليشن فاكتور اللي هي عوامل التخثر important in the clotting process of blood يعني هنا المهمات في عملية التخثر للبلد فيعني مثل ما حكينا أنه البروتينات الميجر أو البروتين الرئيسي هو الألبومين بشكل النسبة الأكبر 60% وفي عنا الجلوبيولين هاي درجة الثانية يعني بيجي 36% والباقي هو الفايبروني جين وبروثرومين طبعا في بعد كثير أنواع من البروتينات بس هدول أهم البروتينات اللي إحنا لازم نكون عارفينهم نيجي للي بعده بحكينا البروتين function include خلينا نركز إحنا شو عم نحكي عم نحكي عن وظيفة البروتينات بشكل عام ما عم نحكي عن وظيفة البلازمة لأ عن وظيفة البروتينات كانو في أغلب الطلاب كانوا يخربطوا فيهم بروتيين function include يعني شو هي وظيفة البروتينات اول وظيفة رح نحكي عنها وهي الوظيفة الاساسية للبروتينات يعني المواد الغير مذابة احنا متل عنا نعرفيه هرمونات كمان ما بتذوب بالماء خلنا نحكي فبتنتقل عن طريق البروتينات يعني انه وظيفتها الاساسية هاي البروتينات انها تنقل المواد الغير مذابة ترتبط هاي المواد غير مذابة بالبروتينات ويتم نقلها حول الجسم ثاني وظيفة هي البلد وكلوتينج مثل ما حكينا اصلا الفايبرونيجين والبروثرون بين فوق حكينا انه هنا عبارة عن coagulation factor عوامل التخثر ثالث وظيفة هي response in accordance to disease يعني تستجيب للامراض احنا بنعرف انه الانتيبادي الانتيبادي عبارة عن شو؟ انتيبادي عبارة عن بروتينات فبحكينا هون انه response in according to disease protection from infection يعني بتحمينا من العدوى او الالتهابات لقاما جلوبيولين فانكشن يعني خاصة هاي وظيفة خاصة بالقاما جلوبيولين طبعا انا ما حكيت لكم فوق انه الجلوبيولين في منها انواع في الفا وفي بيتا وفي قاما تمام؟ هاد البروتين اخر وظيفة عنها هي balance for the BH بتوازننا ال BH طبعا البروتينات مثل ما حكينا هي عبارة عن بحر بحر وفي وظائف اكثر لسه من هاي كمان فينا الاكتير الميوسين هي عبارة عن بروتينات صح فهي بتدخل في مجال الحركة في عندنا بروتينات تدخل بالستركتر أوف انزام يعني بروتينات فينا نحكي عنها انه هي بتعمل تشتغل كأنزيم وفي عندنا كمان بروتينات لها علاقة بعمليات الميتابوليزم يعني في اكثر من وظيفة بس هون ذاكريننا تقريبا خمس وظائف بس يعني اول شي حكينا عن اول مكون من مكونات الدم لبلازمة عرفنا شو هو البلازمة كم يشكل من الدم عرفنا شو هو المكوناته هو الووتر اهم اشي واكثر النسبة بعدين البروتينات وحكينا عن وظائف البروتينات وشو هنالبروتينات حاليا بدنا نحكي عن الورغانينك سبستانس لانا دائما عشان اميز الانورغانينك من الورغانينك الانورغانينك هو عبارة عن خلق نحكي عناصر يعني نما نحكي بوتاسيوم هذو عنصر كيميائي كاليسيوم سوديوم تمام يعني نحكي عنها انه هي عبارة عن عناصر كيميائية ولكن لما احنا نحكي عن اورغانينك سبستانس هي عبارة عن مركبات مشان انتو دائما نتميزوا مركبات يعني هاي العناصر الكيميائية لما تجتمع مع بعضها ماشي بتكون لنا مركب فمنسميه اورغانينك سبستانس هلا بدنا نحكي عن اورغانينك سبستانس اللي هي موجودة بالبلازمة فبحكينا انه البلد بلازمة يعني انه تحمل هاي المواد العضوية يعني كنحكي طعام مهضوم كتغذية يعني مثال انه شو هي المواد العضوية هي المواد المهضومة مثل شو مثلا الامينو اسيد الكلسيرول تريكيسرايدي كولسترول اند الفيتامينات هاي كلها عبارة عن مركبات كيميائية بس كل يعني مركب حسب كيف ترتبط هاي العناصر الكيميائية مع بعضها وشكلها وهيك بيكون عندنا مثلا الكلوكوز او الامينو اسيد وهكذا تمام فحكينا انه احنا بنحكي عن اورجينغ سبستانس حكينا مثال عليه هي المواد اللي هضمناها المواد الهاضمة اللي هي مثل الكلوكوز والى اخره طيب نحكي عن نوع ثاني من الورجينغ سبستانس هي الويست اللي هي الفضلات اللي بنتجها الجسم يعني ناتج العمليات الحيوية اللي بتصير داخل جسمنا مثل اليوريا انت سيليلر ويست يعني المواد الفضلات الخلوية اللي بتنطرح لخارج الجسم عن طريق طبعا احنا كيف بتمطرحها عن طريق الكدني مثل ما حكينا او اللي برد فهاي ثاني خلنا نحكي نوع من الورجينغ سبستانس ثالث نوع اللي هو الهرمونات الهرمونات كمان تعتبر من الورجينغ سبستانس مثل الكورتيزول الكورتيزول حكينا هو مثل ما بنعرف انه هو هرمون اللي هو علاقة بأيض السكر ثايروكسين اللي هو تيفور هرمون الغدة are also transported around the body هنا بلازما اتاجته بلازما وبروتين بحكينا انه مثال هاي امثلة على الهرمونات الكورتيزول والثايروكسين بينتقل حول الجسم في البلازما ومرتبطات بالبروتينات اللي جوه البلازما تمام طيب نوع رابع للورجينغ سبستانس اللي هو الميديسين اند دراج الدواء also circulate within the بلازما كمان بينتقلين اه مع البلازما فهون حكينا عن المواد العضوية الموجودة داخل البلازما حكينا هي النوتريانت مواد يعني غذائية خلين نحكي مثل اللي جلوكوز وغيره الويست الفضلات اليوريا وغيرها من الفضلات الخلوية والهرمونات وفي عندنا الميديسين اند دراج طيب هاي الصورة بحكينا طبعا هي كمان مراجعة للي اخذناها سابقا يعني مو مهمة كثير ان نركز عليها ولكن المعلومات العامة اللي احنا لازم نعرفها حطينا انبوب سامبل عينة off whole blood يعني دم كامل بحكينا السهم اللي تحت انه بعد عملية الفصل احنا بنحصل على البلازما طيب هاي البلازما خط اللي جنبيها بحكينا انه فيها بروتينات في عندنا ووتر واثر سوليوت هاي مكونات البلازما واذا حكينا الطبقة اللي البافي كوت اللي حكينا عنها سابقا فيها بلاتلت اواتي بلات سيل والتحت بيكون في ريد بلات سيل صح فالريد بلات سيل حاطينا اشكال الها عجنب البلاتلت كاتبينينا بس انه بلاتلت والوات بلات سيل الها اشكال طبعا اه والها انواع جزدي اللي هي مثلا نوتروفيل اليوزينوفيل بازوفيل والليمفوسايت والمونوسايت هاي انواع الكوريات الدم البيضة كثير رح تمور معنا وكثير مهمة تمام لازم لازم لواحد يظل متذكر كيف كل شكل شو اسم هاي النوع من الكوريات الدم البيضة يعني مستحيل ما في مخبري ما بيعرف شو هاي النوع من الفوات بلات سيل كمان بحكينا فوق انه البلازما بروتين البروتين حاطينا جنب بيها سهم انه هي البومين غلوبيولين فايبرونجين يعني اه تكرار للسلايدات اللي اخذناها سابقا تمام طبعا المادة كثير مثل ما حكينا انها زخمة وفي معلومات لازم نكون عارفينها وتروح معنا لا يعني لاخر العمر طيب اوش حكينا عن البلازما نحن نيجي نحكي عن مكون ثاني والاهم اللي هو الريد بلات سيل الار بي سيز خلينا نحكي او الاريثرو سايت حكينا في لها اسمين اريثرو سايت هي نفسها الريد بلات سيل الريد بلات سيل ار دا موست كومون سيل فاوند ان بلات يعني هي الاكثر نوع خلايا شائع موجود في البلد اه هاي الكلمة ركزولي عليها موست كومون سيل كمان دير ار اباوت اه خمسة مليون ار بي سيز ان كيوبك مليمتر اوف البلد شي يعني كيوبك يعني مكعب يعني اوش ثلاث يعني تشي يعني تقريبا عنا خمسة مليون مليمتر مكعب اوف البلد يعني عدد اه الار بي سيز خمسة مليون كمان هاي الرقم هاذ رقم كتير مهم اه this number various يعني متنوع هاي هاذ الرقم طبعا متنوع يعني بختلف من شخص لشخص with individual اه حسب شو حسب الاج العمر الهيريدي يعني الوراثة خلينا حكي السيكس اللي هو الجنس سواء كان انت او ذكر مختلف هاذ يعني عدد الار بي سيز مختلف والستيت اوف هيلث يعني الحالة الصحية للشخص يعني اه الار بي سيز بيتم انتاجها من وين منو خال العظم هاي شي معروف يعني مدة حياتها من اوف ثري لاربع مونت اربع اشهر يعني من ثلاث لاربع اشهر يعني تقريبا مية وعشرين يوم هاي الكلمات لازم نكون مريكزين عليها اول شي انه هي 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 الخلاي الاكثر شيوع الموجودة بالبلد العددها خمسة مليون ولكن ها يعني تقريبا هاي الاعداد طبعا مختلفة من شخص لشخص حسب العوامل اللي حكينا عنها ولازم نكون عارفين كم مدة حياة الار بي سيز مية وعشرين يوم يعني ثلاث لاربع اشهر مية وعشرين يوم تمام اه وين داي يعني عندما تموت هاي الار بي سيز كل مية وعشرين يوم بيتم تجديدها صح يعني البون مارو بيعطي كمية جديدة من الار بي سيز طيب هاي الار بي سيز لما بتموت شو بصير فيها يعني تهدم يعني بحطمها الماكروفيج الماكروفيج خلايا الماكروفيج الموجودة بالكبد وبالطحال الماكروفيج اللي هي الخلايا البلعمة بتروح وبتوكل هاي الار بي سيز اللي خلص عمرها يعني طبعا الطريقة اذا بدنا نعرف الطريقة كيف تهدمها او هيك بس انه معلومة لنا اه الار بي سيز لما يعني تخلص فترة حياتها بتصير ما بتصير فليكسابيل ما بتصير مارينة لأ بتصير صلبة اكثر فلما تيجي تمر بالليبر او بالسبلين يعني بالطحال او بالكبد بتمسك فيها هاي خلايا البلعمة الماكروفيج وبتبتلعها اوكي اه 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 احنا لما الماكروفيج تبتلع هاي الار بي سيز رح تحللها صاح؟ رح ترجع تحرر منها الايرون الحديد ويتم تخزين هاي الحديد طبعا يعني احنا المواد هاي بدنا نستفيد منها بتم تخزين الحديد وين؟ بالليبر بالكبد على شكل فريتين احنا مثل ما بنعرف تمام؟ هاي بس رح احكي هون معلومة صغيرة معلش رح نكتبها بس كتير مهمة ورح تفيدنا اه منكمل تو بي ريسايكل اند البل بيجمينت اه بيجمينت تو بي اكسكريت يعني خلنا مسكورة وقلم هاي الار بي سيز بتم تحليلها صح؟ رح يتكسر الهيموغلوبين اللي جواتها الهيموغلوبين مثلا بنعرف انه هو اه بروتين بيحمل الاكسجين طيب في عنا هيم وفي عنا غلوبين تمام الهيموغلوبين هاد لما اه يتكسر رح يتحلل خلينا مركزين الهيم وغلوبين شو هو الهيم؟ الهيم هو عبارة عن ايرون زائد بروتوبورفيرين رينج خلينا نحكي هو البيليروبين المادة الصفرة الايرون مثل ما حكينا انه بيتم تخزينه بالليبر على شكل فريتين والبيليروبين اللي هي المادة الصفرة جسمنا بتخلص منه عن طريق انزين تمام؟ طيب هاي حكينا شو هيم مكونات الهيم طيب الغلوبين الغلوبين هو عبارة عن بروتين بروتين شو يعني؟ يعني مكونا من امين واسد فاحنا بنحلل هاد الغلوبين لامين واسدات مشان نمسك هاي الامين واسد نرجع نعملها اعادة تدوير ويعني نعمل منها بروتينات ثانية فما في شي بيروح هيك لازم انه نستفيد من لانه احنا يعني كل مية وعشرين يوم بتم اه الار بي سيز اللي احنا انتجاهم يعني بتم تخلص منها فلازم ان احنا نكسب من هاي من المنتجات هاي يعني هاي العملية حلو الكلام لهون طيب اه في معلومات مهمة جدا جدا بهاي السلاحيتين اللي راح نحكيها هلا بدنا نحكي عن شو هي تركيبة الريد بلاد سيل بحكينا انه رد بلاد سيل ار اينيوكلياتيد هاي الكلمة جدا مهمة شو يعني اي اينيوكلياتيد يعني ما فيها نواة يعني هاي تفيد النفي ما فيها نواة طبعا اذا بدأ معلومة بس هيك من عندي اا لو كان فيها نواة اصلا راح تستهلك كثير اكسيجين فما راح تقدر تعطي جسمنا اكسيجين الكافي وشغلة ثانية لو فيها نواة ما راح تقدر خلايا دم الحمراء لما تمشي بالاوعية ما راح تقدر انه مثل ما نحكي انه يكون معها مرونة انها تقدر تفوت بالاوعية الدموية الدقيقة من كمية مشا ما نطلع الموضوع بايكون كيف انها مقاعرة الجانبين يعني بتشبه شكلها شكل القرص اا فيلد ويد ريدش بروتين وفيها هيموغلوبين اللي بيعطي اا يعني اللي بيعطي الريد بلوتسيل لونها الاحمر هو الهيموغلوبين تمام الهيموغلوبين كنتين ايرون يعني الهيموغلوبين فيه ايرون طبعا حكينا هاي المعلومة اا which can easily transport gases اللي هي الايرون اللي بيعطي لنا الغازات اللي مثل الاكسجين والسي اوتو هاي معلومة نحنا بنعرفها وسهلة الاربيسيز ماجر من ستة وثمانية مايكرو ميتر ان دياميتر يعني خلينا نحكي هون حجمها ما بيهمنا كثير واذ ازون اوف بالور شو هو البالور البالور هو عبارة عن جزء خلينا نحكي فاتي تمام جزء دهني بشكل تقريبا هو ثلث المركز طاع الاربيسيز الاربيسيز ار هايلي الاستيك يعني يمرن بشكل مو طبيعي تقدر هاي الاربيسيز تعصر حالها عبر الكابيلاري والجدران الشعيرات الدموية يعني هي هاي مهمة حتى تقدر تمر عبر المايكرو سيركوليشن ما بهمنا خلينا نحكي عن الفانكشن اوف ريد بلاد سيل شو هي وظائف الريد بلاد سيل احنا بنعرف الوظيفة الاساسية لها هي ناقل الاكسجين وهي الوظيفة الاساسية والاهم يعني مهمة بعملية التنفس اللي هو شو اللي حكينا عنها نقل الاوتو و سي اوتو يعني انه عملية التنفس اللي بتجسم بتصير تمام اللي هي الاوتو نقل الاوتو و سي اوتو عن طريق الريد بلاد سيل رح نحكي عن الاوتو ريدلي كومباين و ذ هيموغلوبين تو فورم اكسي هيموغلوبين شو يعني يعني الاوتو لما يرتبط مع الهيموغلوبين رح يشكل عندنا رح نطلق عليه مسمى اكسي هيموغلوبين شو يعني يعني هاد الهوموغلوبين مش باع بالاكسجين تمام وين بيكون هاد الهيموغلوبين يعني هاد الحك اللي احنا عم نحكيه وين بيكون موجود موجود باللنج اللي بليش موجود باللنج لانه في عنا تركيز high concentration of oxygen في عنا تركيز عالي من الاكسجين فمنطلق عليه اسم الهيموغلوبين اكسي هيموغلوبين شو يعني يعني انت الهيموغلوبين مش باع بالاكسجين تمام which will break down to release اللي بتم تحطيمه وتحرير منه الاكسجين when there is low O2 يعني الهيموغلوبين المحمل بالاكسجين اللي سميناه اكسي هيموغلوبين لما يروح على مكان موجود فيه low يعني كمية الاكسجين فيه قليلة بتم تكسير هالهيموغلوبين الاكسي هيموغلوبين وتحرير الO2 منه حلو الكلام RBCs also carry part of the CO2 كمان يعني الRBCs لما تحمل الاكسجين وتوديها على الخلايا الخلايا اللي بتكون فقيرة ما عندها اكسجين ومحتاجة رحت ترجع هاي الRBCs محملة بشو بCO2 waste from the cell يعني الناتج من الخلية بتنقلوا عبر البلازمة على شكل شو كاربونات على شكل قطش CO3 كاربونات يعني او خلينا نحكي الباي كاربونات كمان هاي اشكال بتم نقل CO2 من الخلايا الى الريئتين اللي حتنا نتخلص من CO2 we each make approximately يعني تقريبا عشرة قوة 12 new erythrocytes يعني كل يوم يتم انتاج تقريبا عشرة قوة 12 من الRBCs by the complex and finally regulated process يعني ناتج خلينا نحكي عملية معقدة وهو الناتج النهائي من العملية المعقدة اللي منسميها erythropoices شي يعني هاي اسم عملية تكوين الRBCs اللي بتتم في نخاع العظم فعملية تكوين الRBCs اللي بتتم في نخاع العظم بنطلق عليها erythropoices اللي بتتم من خلالها انتاج الRBCs كل يوم تقريبا عشرة قوة 12 من الRBCs الخلايا الجديدة يعني اعتقد هون بكفي وهيك منطلنا خلصنا الفيديو لليوم والله يعطيكم العافية وبتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة